ترجمة نانسي قنقر وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أتم بلاغ وأوضحه بعدما اصطفاه الله لتحمل مقاصد الرسالة والقيام بأعبائها إن الحديث يحلو ويطيب عن عظماء الرجال ولكن الحديث إذا كان عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجاريه حديث في روعته وحلاوته وجماله النبوة اصطفاء من الله وعطية إلهية ومنحة ربانية فهو سبحانه يخلق من يشاء ويختار يختار الأسكى والأكمل والأجدر لتحمل مقاصد الرسالة والقيام بأعبائها وهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه وبمن يصطفيهم وبمجرد وصوله إلى عالم الدنيا بدأت أنواره تصطع على كل أهلها وظهرت رحمته بوضوح على الجميع ذلك غيض من فيض ما يقال في نبينا المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم وإن على أمة الإسلام اليوم أن تتربى على سيرته وأن تتخلق بخلقه وتتبع هديه وتستنى بسنته وتقفو أثره فما عرفت الدنيا ولن تعرف مثله وإن لدينا نحن المسلمين من ميراثه ما نفاخر به الأمم ونسابق به الحضارات فهذا النبع فأين الواردون وهذا المنهل فأين النائلون ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخير خلقه وسيدهم اختاره الله للقيام بأشرف واجب وأعظم رسالة خالدة فهو أكرم الناس خلقا وخلقا وهديا جمع الصفات الحميدة والخلال الفريدة والسمات الجليلة والمكانة الرفيعة التي لم ولن تجتمع في أحد من الخلق سواه ولم تخل حياته صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وخوارق العادات وقد بيّن الله تعالى بيانا تاما وبجلاء بعض الحكم والمقاصد لمبعث رسوله بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أتم بلاغ وأوضحه وقال في حجة الوداعي في ذلك المحفل الكبير والجمع المهيب ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت اشتركوا في القناة